من الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين أبناء الآهزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ حصتنا لهذا اليوم إن شاء الله بتصحيح تمارين الموجودة على الصفحة الصفحات 66, 67, 69 نأخذ الآن صفحة 66 ثالثا أبني قيمي أجيب بصحيح أو خطأ الأفعال التي أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات 24 و 25 و 26 أمره بصدر الرحيم لا بالتجارة لا بذكر الله صباح مساء نعم بالسجود نعم بالصبر لحكم الله نعم بعدم طاعة الكفار نعم صفحة 67 الآن أجيب بصحيح أو خطأ قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله عندما أريد فعل شيء أقول سبحان الله لا إن شاء الله نعم الحمد لله لا استغفر الله لا أجيب بصحيح أو خطأ أحقق ما أريد باجتهادي لا بمشيئة الله ثم باجتهادي نعم بدون اجتهاد لا أكون مما يلي جملة مستدلا على معناها من سورة الإنسان الكلمات هي الله في رحمته من يشاء يدخل الترتيب هو الله يدخل من يشاء في رحمته والآية الدال عليها هي الآية واحد وثلاثة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابنا ليما الآن الحصة الثانية أستخرج من سورة الإنسان الآيات التي يوافق مضمونها الآيات الآتية قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الآية الموافقة لها هي الآية 12 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الآية المولية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الآية الموافقة لهذه الآية هي الآيات 24 25 26 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه آثي منو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويضرون وراءهم يوما صيلا ثقيلا الآية المولية ولا تقولن لشيء نفعن ذلك غدا إلا أن يشاء الله الآية الموافقة لها هي الآية 30 وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما سؤال مولي ما الخلق الذي يضاعف الله أجره بغير حساب؟ هذا الخلق هو خلق الصبر الآن نأخذ الصفحة 69 أرتب أو الفرائد الصلاة الآتية تكبيرة الإحام هي أولا الفاتحة 2 الركوع 3 السجود 4 والسلام 5 الآن حصة ثانية أصحح وأتعلم أعبر عن رأيي في أحمال الصلاة الآتية أصلي وأنقر في الصلاة؟ لا أصلي بدون طمئنان؟ لا أصلي باعتدال؟ نعم أخرج من صلاتي بدون سلام؟ لا ثانيا أستخرج القيم وألتزم بها قال الله تعالى وثيابك فطهر والرجس فهجر أستخرج من الآيتان ما يدل على قيمة الطهارة والنظافة وهنا أمر واضح بالطهارة والنظافة الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه في صورة المدة وهو أمر خاص برسول الله ولكنه يمتد إلى جميع المؤمنين الآن أبنائي أمر إلى الطرس الموالي على الصفحة 70 وهو في مكون القسط أتسامح ولا أظلم الأهداف أن أتعرف معنى التسامح أن أميز التسامح في مواقف معينة ثم أن أحكي عن مواقف طبق فيها قيمة التسامح التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير ولا يعني التنازل أو التساهل وهو إقرار بالحق في حرية التفكير وحرية الدين وحرية الرأي والتعبير بدون أي تمييز قائم على الجنس أو اللغة أو الأصل الآن سؤال أول أستخرج من النص كلمات دالة على معنى التسامح الكلمات الدالة على معنى التسامح هي الاحترام، القبول والتقدير الآن أسرد الحقوق التي يقوم عليها التسامح الحقوق التي يقوم عليها التسامح هو حق الحرية، حق التفكير، حرية الدين، حرية الرأي، وحرية التعبير سؤال موالي، ما أنواع التمييز التي تتعارض مع تطبيق التسامح؟ أنواع التمييز التي تتعارض مع تطبيق التسامح هي هي التمييز على أساس الجنس أو التمييز القائم على أساس اللغة أو التمييز القائم على أساس الأصل أبناء الأعزاء، هذه الحقوق وهذه القيم تعلمناها من ديننا الحنيف يقول الله تعالى لا إكراها في الدين يعني لا نكره أحدا على أن يتبع دينا معينا شيء آخر، الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني حتى ولكم كنتم مختلفين والله سبحانه وتعالى خلقكم مختلفين فهو يدعوكم إلى التعارف فيما بينكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يكون بيننا وبينه معاهدات لا يجوز أن نأخذ منهم شيئا أو نكلفهم فوق طاقتهم إذا كانوا يعيشون معنا في بلدنا أو نظلمهم ومن قام بفعل من هذه الأفعال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف أن يدافع عن هذا المعاهد ولو أنه ليس مسلما يوم القيامة ذا هذا يبين لنا أن التسامح قيمة مهمة في الإسلام ولها مكانة رفيعة في الإسلام وأنها قيمة واسعة تطويق لا يكون التسامح فقط بين المسلمين فيما بينهم بل بين المسلم وجميع الناس الآن ألاحظ أن الإسلام أقر قيمة التسامح وفق ما يلي وقد أقره وفق قيمة الإخاء الإنساني يعني أننا كنا إخوة وأقره وفق الاعتراف بالآخر واحترامه وأقره وفق المساواة بين الناس جميع الناس كلهم متساوون وأقره وفق التعامل مع الناس رغم الاختلاف الديني واللغوي نتعامل مع جميع الناس حتى ولو كانوا مختلفين معنا في اللغة وفي الدين ومن هنا نستنتج أن الإسلام يؤمن بحرية التدين والاختلاف في الرأي للعيش في السلام نمر أبنائي إلى الصفحة واحد وسبون وحدد موقفي وأختار لا ألعب مع بنات القسر لأنني ولد هل صحيح؟ خطأ لا أجلس بجانب أحمد لبشرته السمراء هل صحيح؟ خطأ لا أعطي صديقي الحق في التعبير إن لم يوافقني الرأي صحيح؟ خطأ يعدل الأستاذ بين الذكور والإناث ولا يفضل أحدنا على الآخر صحيح؟ أعترف بكرامة الآخر وحريته صحيح؟ ألتزم بالمحبة وأتجنب العنف صحيح؟ نمر إلى الحصة الثانية هنا ستبحثون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواقف طبقت فيها قيمة التسامح نمر أبنائي الآن إلى درس آخر على الصفحة 78 وهو في مكون الحكمة أدب إسلامية أعفو عن من ظلمني الأهداف أن أتعرف معنى العفو ثم أن أميز بين العفو والضعف ثم أن أستشهد بحديث نبوي في موضوع العفو بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما راجع من غزوة وضع سيفه وجلس يستريح في ظل شجرة فنها فجاء رجل من المشريكين فأخذ السيف وقال من يبنعك مني؟ يعني هو يريد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه بذلك السيف ويقول له من يدافع عنك الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يده أي سقط السيف من يدي المشريك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمعك مني؟ قال الرجل كن خير آخذ يعني سامحني فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه ولاحظوا أن رسول الله كان باستطاعته وقادر على أن يعاقب هذا المشرك فعاد الرجل إلى قومه وقال لهم جئتكم من عند خير الناس أبنائي لماذا غير الرجل المشرك رأيه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم غير الرجل المشرك على رأيه في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نعفى عنه وهو في حالة مقدرة نقول العفو عند المقدرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة يعني الآية والحديث تصبان في نفس المعنى وهو أن الصبر والعفو تعطي الإنسان أو يعطيان الإنسان قيمة وعزة وكما قلت قيمة عند الناس الآن ماذا نستنتج؟ نقرأ العبارة ثم نكتب نعم أو لا يحب الله عز وجل أن أسامح من أساء إليه نعم الصبر على إساءة الناس عز وشرف وقوة نعم من نتائج العفو نشر العداوة بين الناس خطأ؟ لا العفو هو أن أسامح من ظلمني وأنا أستطيع الرد؟ نعم العفو هو أن أسامح وأنا غير قادر على الانتقام؟ لا كذم الغيض والعفو عمن ظلمني علامة على الضعف كذم الغيض يعني أن تخفي غضبك كذم الغيض والعفو عمن ظلمني علامة على الضعف خطأ لدينا هنا صور نتبنى الموقف الإيجابي نلاحظ الصور ثم نميز هل هذه الصور تدل على ضعف؟ أو على عفو الصورة الأولى عفوا أخي لقد كسرت لعبتك المفضلة سامحني ولا تخبر أمي نرى أن أخاه هادئ مما يدل على أنه سامحه إذن هاد الموقف هو موقف عفو الصورة الثانية أعطني لنجتك اليومية وإلا إنه يهدده والآخر انظروا إنه لا يرد وخائف إذن هذا موقف ضعف الصورة الموالية على الصفحة اثنان وسبع هنا في رأيكم طفلان يتشاجران ويتعاركان هل هذا موقف قوة أو موقف ضعف؟ إنه موقف ضعف الصورة الأخيرة أعيد القصة التي سرقت من مكتبة القسم لا لن أردها وإياك أن تخبر الأستاذة البنت التي تدافع عن الحق هل هي في موقف عفو أو موقف ضعف؟ في رأيكم إنها في موقف عفو مع قوة الآن نمر إلى أحدد المعنى الصحيح للعفة أن أسامح الظالم مع قدرة على الانتقام منه؟ نعم أن أصفح عن الظالم حينما أخاف من شره؟ لا أن أصبر على الأدى حين لا أستطيع الرد بالمثل؟ لا أن أعاقب المسيء الضعيف وأترك المسيء القوي؟ لا في الأخير أبنائي لدينا هنا دعاء نحفظه إن شاء الله اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفوا عني أتمنى أبنائي أنكم استفدتم من هذا هذه الحصة إلى الحصة المقبلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا